حلقة جديدة من أسألة عفوان لنحكي فيها عن تصنيم سيارات فراري لمسم 2023 من بطولة العالم للفورميلا 1 حلقة سابقة من أسألة عفوان كنا حكينا عن تصنيم سيارتي مرسدس وريد بول لمسم 2023 من بطولة العالم للفورميلا 1 الاختلافات بيناتهم ولكن كان في التعليقات عم تسألنا عن تصنيم سيارة فراري الغريب والفريد من نوعه نوعا ما ورح تحكي اليوم عن هذا التصميم تصنيم سيارة فراري بيعتمد على جسم سيارة عريض جدا وأيضا سميك جدا يعني إذا شفنا مثلا السيارة ريد بول في عندهم فتحات جانبية وفي عندهم جسم سيارة مثل ما حكينا عنه هو الاندركوت يعني في عنا اختلاف أو فارق بين جسم السيارة وأرضية السيارة بسيارة فراري جسم السيارة عم يكون ضخم نوعا ما وقريب جدا من أرضية السيارة وعنا دائما هذا الشكل المميز بأعلى جسم السيارة وأعلى الفتحات الجانبية اللي الشكله منحني جدا وهيك يعني نكون لافف بعدها منحني نحن نحن نحو الأسفل العام الماضي سيارة فراري كانت سريعة جدا وكانت ناجحة بالحصص التأهلية على الأقل بالتأكيد والفريق كان عنده ثقة بنجاح هذا المفهوم التصميمي وقرر تطويره وعدم التخلي عنه بومسن 2023 ولكن اللي عم نشوفه بومسن 2023 انه سيارة فراري ما بتقدير تنافس بالصدارة ما بتقدير تنافس حتى أستون مارتن وربما على الأقل ما شفتنا بجولة أستراليا كانوا أسوأ حتى من فريق مرسس وبالتالي عندهم رابع أفضل سيارة بالوقت الحالي ما سبب هذا الشيء؟ سيارة فراري بتصميم جوانب السيارة بتعتمد على ضمان وجود تدفق هوائي مثالي ليوصل للجراح الخلفي السفلي بخلاف ريد بول ريد بول مثل ما قلنا هي الأندر كوت بتخلي في عندنا مساحة فاضية ومساحة تضمن وجود أو تدفق هواء كميات كبيرة جدا من الهواء لموزع الهواء الخلفي وهو أهم الطعب السيارات الفورميلا 1 منذ عدة أهوام حتى الآن هو اللي بيعمل على التوليد الارتكازية هو اللي بيثبت السيارة بشكل أساسي وهو اللي بيساهم بنجاح على السيارة سيارة ريد بول مع الأندر كوت اللي بتتمتع فيه ورفع جسم السيارة أعلى الأرضية عم يفتحوا مساحة أمام موزع الهواء الخلفي وهالشي هذا بيضمن وصول أكبر كمية من التعارات الهوائية لهذا الموزع والتمتع بمستوات ارتكازية عالية الفراري بجهة الأخرى أكيد بيساهم بوجود تدفق هواء جيد لموزع الهواء الخلفي ولكن بنفس الوقت تصميم هذا الجسم السيارة التصميم العريض والمنحني وعدم وجود اختلاف أو فراغ لأرضية السيارة ما يعني أنه فريق فراري عم يركز على البيم وينغ البيم وينغ هو جناح الخلفي السفلي نحن عندنا جناح الخلفي الأساسي بسيارة فراري وعننا أيضا تحته الصفائح الجانبية للجناح الخلفي تتصل من الأسفل بالبيم وينغ هالشيهاد جيد له فعالية ولكن ما عم يساهم بتحقيق فريق فراري للمكاسب المطلوبة بالأداء والشيهاد عم يعني أنه فريق فراري عم يفتقر للارتكازية لأنه عم يزيد من فعالية البيم وينغ بس ما عم يزيد من فعالية موزع الهواء الخلفي بخلاف ريد بول هلأ في عوامل كتير عديدة بتأثر بأداء فراري العام الماضي هذا المفهوم كان ناجح كمثالي ولكن هاي السنة فريق فراري كان يعالج نقاط ضعف سيارة العام الماضي اللي هي كانت السرعة القصوى فضحها بجزء من الداون فورس بهدف زيارة سرعة الخطوط المستقيمة أو توب سبيد هالشيهاد نجح ولكن تضحية بالداون فورس مع عدم التخلي عن هذا المفهوم التصميمي بيعني انه انخفضت فعالية موزع الهواء الخلفي انخفضت قدرة السيارة على توليد دون فورس وانخفضت اداء تأدية السيارة بأكملها وهالشيهاد بأثر اكيد بأداء فراري عنا ايضا التعديلات لمسا 23 اللي هي رفع ارضية السيارة ب 15 ملي متر حواف ارضية سيارة ب 15 ملي متر هالشيهاد مع مفهوم التصميمي لسيارة فراري بيعني انه في عمي عهد فريق فراري من هاي التعديلات بالقوادي كان متأثر فيه اكثر من بقية الفراء كنا شفنا تصريحات من كارلوس سينز من فترة عم يقول انه اثناء العمل على هذه السيارة كانوا يتوقعوا انه حيصروا حوالي ثانية ثانية ونصف مقارنة مع سيارة العام الماضي وصلوا على التجارب الشتوية وبالفعل كانت السيارة ابطأ بحوالي ثانية من سيارة العام الماضي ولكن مفاجأة فراري كانت انه بقية الفراء حققت مكاسب وما تأثرت بتعديلات القوالين وانما تحسن تأديته مقاراة مع العام الماضي مثل ما شفنا مع ريد بول مع استو مارتن مع مرسدس الى درجة ما بينما فريق فراري كان من اكبر المتضررين وتراجع تأديته فعندنا كل هاي العوامل اضافة لهالشي هذا سيارة فراري بهذا المفهوم التصميمي اللي هو صحيح انه هو كان العام الماضي سريع جدا كان فعال جدا ولكن ما فيه افق تطويرية بالفورميلا وان اذا ظلت ثابت بمحلك رح تتراجع لازم يكون فيه عملية تطوير مستمرة عملية تطوير دائمة ومتواصلة للسيارة فريق فراري واضح انه عم يكتشف انه تصميم سيارته او النهج التصميمي لسيارته ما فيه هالأفق التطويرية العالية جدا مثل ما عم يشوف بسيارة ريد بول وحتى فريق مارسدس عم يعاني من هذا الشيور هيك رح يغير تصميم سيارته بينما فريق فراري عم يكتشف بالطريقة الصعبة انه هذا المفهوم التصميمي رغم انه اثبت جدارته العام الماضي ما فيه فعالية تطويرية وقدرة على مواصلة النهج التطويري خلال الموسمة لفترة طويلة جدا مثل مفهوم تصميم ريد بول مشان هيك ربما فريق فراري بعد عدة سباقات يقوم بتعديل تصميم سيارته ولكن بالتأكيد بوقتها رح يكون الفريق تأخر بمعركة اللقب نقطة اضافية لازم ما ننساها بخصوصها فريق فراري وسبب معاناتهم الكبيرة بموسمة 2023 اضافة لكل هاي المشاكل الانسيابية اللي حكينا عنا في عندهم الجانب الميكانيكي سيارة فراري عن طريق انظمة التعليق وعن طريق التراكشن عم تعاني من تأكل اطارات عالية جدا هالشهاد عم يأثر باداء السيارة سيارة فراري عم تأكل الاطارات بوطيرة اعلى من كافة المنافسين بالوقت الحالي والشهاد لازم يعالج الفريق بأسرع وقت ممكن اكيد الشهاد ناجم ايضا عن الاثر الانسيابي ولكن هو اثر ميكانيكي ايضا عن الفريق حتى من العام الماضي كان عم يتأثر فيه فهي كل العام اللي بتأدي لتراجع اداء فريق فراري بالوقت الحالي هاي رح يتمكن فريق من معالجته اكيد عندهم المواهب اللي لازمين للخروج من هالمأزق وعندهم الادارة الجيدة للخروج من هالمأزق ولكن فريق فراري بحاجة للوقت والثقة ما رح يكون معالجة هاي المشاكل فوري ما رح يكون سريع ولكن هنا بحاجة لبعض الوقت للأسف مرة اخرى رح نرجع نقول فريق فراري خارج معالجة الالقاء بمسم 2023 هدفهم الموسم المقبل هاي جملة اللي عم نكررها من سنة 2008 من قبل حتى ادخل عالم الحديث عن فورميلا 1 إذا فينا نقول دائما فريق فراري هدفهم الموسم المقبل في 2010 كان هدفهم موسم مقبل 2011 لموسم المقبل لحد هلا عم نشوف حتى بالعام الماضي وقفوا تطوير سهارة موسم 2022 بوقت مبكر نوعا ما هدفهم سهارة 2023 وصلنا لهالموسم هاد فريق فراري تفاجأ ان هو بمأزق هدفهم موسم 2024 لنشوف عامة رح يتضل هالمأزق اللي عم يمر فيه فريق فراري وأكيد كلها نتمنى عودة الحصان الجامح للمنافسة بالصدارة حبينا نحكي معكم بهذه الحلقة على هذا الموضوع التقني نوعا ما ممتع بتمنى ما يكون كتير مع قد التفاصيل اللي فيه وبتمنى انه توصل الفكرة لكل متابعي الفورميلا 1 بانتظاركم اكيد الموسم المقبل الموسم المقبل الاسبوع المقبل بحلقة جديدة من اسألة f1 لا تنسوا تتابعونا على كل وسائل تواصل اجتماعي وبشوفكم اسبوع المقبل